Second non-metals طبعاً اللي فهم أو يعني لو فهمنا الميتالز كويس والبزيتف آين كويس هيبقى بالنسبة لنا الجزء بتاع النان ميتالز والنيجاتف آين برضو هيبقى سهل جداً النان ميتالز بقى هم معكس الميتالز They are elements which contain 5 or 6 or 7 electrons in the outermost energy level يعني more than 4 هما بقى العناصر اللي بتحتوي على أكثر من أربع إلكترونات في المستوى الخارجي زي مثلاً الأكسجين الكولورين الفلورين النيتروجين كل ده بصوا لو جينا نوزع الأكسجين طبعاً الأكسجين عارفين أن الأتوميك نمبر بتاعه 8 فلما نيجي نوزعه بقى 2 6 فبالتالي الأوتر مستي نيرجي ليفل عنده more than 4 إلكترون هنا برضو الكولورين 287 وبالتالي برضو الأوتر مستي نيرجي ليفل عنده هيبقى فيه more than 4 إلكترونز وبالتالي طبعاً هيبقى ده بقى non-metals هيبقى من اللافل الزيت البروبرز of non-metals They are elements which contain more than 4 إلكترونز اللي هو 5 or 6 or 7 إلكترونز in the outermost energy level بتالي بقى واضحة جداً طبعاً برضو واخدينها من سنة رابعة Some of them are solids and the others are gases except promene أو promene which is the only liquid non-metallic element طبعاً بعضهم بيبقى solids زي مثلاً الايودين ده بيبقى solid وناخد بالنا أولاد من الـ examples دي بتيجي في الامتحان والله أحياناً الايودين ده بيبقى solid البرومين ده بيبقى liquid الكولورين ده بيبقى gas ناخد بالنا من الـ examples دي عشان بيتيجي في الامتحان يبقى some of them are solids بعضهم بيبقى solid and the others are gases وبعضهم بيبقى gases طبعاً except promene وده the only liquid non-metallic element زي ما خدنا إن الميركوري هو the only liquid metallic element هو العنصر الفلزي السائل الوحيد لا هنا بقى البرومين هو العنصر اللا فلزي السائل الوحيد يبقى البرومين اللا هو البر which is the only liquid non-metallic element طبعاً كلهم they have no luster ما فيش ليهم بريق معدني وnot shiny كنا أخذنا بقى من سنة رابعة they don't have metallic luster وthey are not shiny طبعاً ما هماش بيعني ما فيش ليهم بريق معدني ولا هم لامعين طبعاً they are bad conductors of heat and electricity except graphite or carbon كلهم من المواد رضيئة التوصيل الحرارة والكهرباء معدى الجرافيت أو الجرافيت أو الكاربون اللا هو يعني إحنا عارفين طبعاً إن الجرافيت دا صورة من صور الكاربون which is a good conductor of electricity معدى الكاربون بس اللا هو good conductor of electricity وكنا نوقدينها طبعاً في سنة رابعة إنه هو بيستخدم في عمل the dry cell or battery because it is the only non-metals which is a good conductor of electricity خلاص طبعاً they are not malleable or ductile يعني brittle brittle يعني حشة يعني هم طبعاً they are not malleable or not ductile يعني هي مواد غير قابلة للثاني وغير قابلة للتشكيل والطرق والصح وبالتالي فهم بقى بيبقوا brittle brittle يعني بيبقوا مواد حشة لو جينا نعمل عليها حمرين كده ندق عليها كده بشاكوش والحاجة هنلاقيها طبعاً بتتفتت وتتكسر لأن هم brittle يعني حشين يعني برضو not malleable or ductile the behavior of atoms of non-metals during the chemical reactions سلوك أو تصرفات الزرات بتاعة non-metals اللى في الزات أثناء التفاعل الكيميائي طيب أول حاجة إحنا كنا قلنا إن metals tend to lose electrons هيميلوا إن هم هيفقدوا الإلكترونات لأ non-metals بقى during the chemical reaction atoms of non-metals that tend to gain electrons بيعملوا انه هما يكتسبوا الالكترونات من الزرات الاخرى لبرضو نفس الفكرة to complete their outermost energy level with electrons عشان يكملوا المستوى الخارجي بتاعهم بالالكترونات زي ما قلنا قبل كده بس المراضي بقى مثلا هنتكلم بقى على النون ميتلز طيب النون ميتلز قلنا مثلا زي الأكسجن كده ماشي الأكسجن طبعا لو وزعناه هيبقى لو الكولورين هيبقى لو النايتروجين مثلا هيبقى لأن النايتروجين ده 7 الاتوميك نمبر بتاعه 7 الكولورين ده 17 فيبقى 287 وده 7 طبعا فيبقى 25 والأكسجن ده طبعا 8 وبالتالي هيبقى 26 طيب أسهل بقى ليه الاتوم بتاعة الأكسجن دي إن هي جين 2 ولا لوز 6 لا طبعا الأسهل إن هي هتبقى جين 2 لأن ده طبعا النومبر أقل بكتير من 6 هنا برضو أسهل لها جين 1 ولا لوز 7 لا برضو هيبقى أسهل لها إن هي جين 1 طيب دي برضو لوز 5 ولا جين 3 لا برضو أسهل لها برضو إن هي جين 3 طب يا مستر ليه صعب إن هي تبقى لوز ودي برضو صعب إن هي لأن احنا خدنا يا أولاد في الترم الأولاني إن في حاجة اسمها كوانتم الكوانتم ده لما قلنا it is the amount of energy needed by the atom to lose an electron أو it is the amount of energy needed for the electron to transfer from one energy level to another يبقى هي محتاجة طاقة كبيرة جدا عشان تفقد الفايف ودي برضو محتاجة طاقة كبيرة جدا عشان تفقد السيفن ودي محتاجة طاقة كبيرة جدا عشان تفقد السكس لكن لو جين 2 هتبقى طاقة بسيطة جين 1 هنا هتبقى طاقة بسيطة جين 3 هنا برضو هتبقى طاقة بسيطة وبالتالي طبعا فالنون متلز كلهم هيبقوا tend to gain electrons بقى هيميلوا إن هم هيكتسبوا الإلكترونات وبرضو نفس الفكرة لما قلنا لما جبنا الكتاب بتاع الترم الأولين لما قلنا to produce stable molecules يعني عشان تنتج جزيئات مستقرة أو عشان هي نفسها حتى توصل للحالة بتاعت الاستقرار تبقى stable يعني يبقى طبعا زي ما قلنا قبل كده during the chemical reaction atoms of non metals tend to gain electrons from other atoms طبعا to complete the outermost energy level with electrons زي ما احنا شايفين كده ادي الـ nitrogen 2 5 ده طبعا هيبقى gain 3 electrons وبالتالي هيبقى 2 8 خلاص كده هيبقى مستقر بس ناخد بالنا بقى من الفكرة برضو بتاعت الميزان اللي خدناه في البوزتيف ions ان هنا بقى بقى الـ negative اكبر من البوزتيف بـ 3 احنا هنا بقى بقى عندنا 10 electrons 10 electrons يعني 10 negative charges تمام وجوه عندنا positive 7 بس فالـ negative بقى اكبر من البوزتيف بقى d-ab3 وبالتالي هيبقى carry 3 negative charge وبالتالي بقى هيبقى في الحالة دي negative ion طبعا احنا قلنا بقى ما هياش هتبقى neutral atom لان احنا قلنا ان في neutral atom لازم number of positive protons equal to the number of negative electrons فادي الـ atom هي بتاعت الـ nitrogen الـ nucleos بتاعتها فيها جوه positive 7 electrons وبرى في negative 7 electrons سوري جوه في positive 7 protons وبرى في negative 7 electrons فدي زرة متعدلة اللي هي neutral atom لان number of positive charge equal to the number of negative charge لكن هنا بقى لما تبقى gain 3 electrons وبالتالي بقى هيبقى برى في negative 10 وجوه هيبقى في positive 7 وبالتالي هيبقى الـ negative اكبر من positive 3 وبالتالي بقى ماهيش هتبقى neutral atom هتبقى negative ion طبعا carry 3 positive charge لان negative charges more than positive charges by 3 negative charges بقى 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 زر متعادلة لا هتبقى negative ion when it gains an electron or more لما هتكتسب electron او اكثر ليه بقى because the number of negative electrons اهو negative 10 becomes more than the number of positive protons هيبقى اكبر من number of positive protons لكن هنا طبعا كانوا الاثنين equal to each other يبقى هتبقى negative ion because the number of negative electrons becomes more than the number of positive protons طيب وبالتالي بقى هتبقى negative ion it is an atom of a non metallic element نفس الفكرة بالضبط it is an atom of a non metallic element هي ذرة لعنصر غير فلزي that gains an electron or during the chemical reaction اللي اكتسبت electron او اكتر اثناء التفاعل الكيميائي ولو جبنا ادي الديفنيشن كده بتاع positive ion هنلاقيه هو هو بس يعني طبعا مختلفين اهو it is an atom of a metallic element كان التاني it is an atom of a non metallic element طبعا that lose one an electron or more during the chemical reaction هنا that gain an electron or more during the chemical action عشان كان قلنا اللي هيبقى فاهم positive ion كويس هيبقى فاهم negative ion واللي هيفهم الجزء بتاع metals وانهما tend to lose electron هيبقى برضو فاهم الجزء بتاع non metals وانهما tend to gain electrons لان طبعا الاثنين زي بعض ادي نفس الفكرة بتاعة الميزان عندنا neutral nitrogen atom negative nitrogen ion عشان هي طبعا هتبقى gain 3 electrons وبالتالي هيبقى فيها 10 electrons وبقى 7 protons فالالالكترون هيبقى more than protons وبالتالي هيبقى negative more than positive by 3 وبالتالي طبعا كفت بقى الالكترون هي اللي هتبقى غالبة لانهما عندنا ادي كده 10 electrons وعندنا البروتون 7 بس وبالتالي طبعا negative nitrogen ion بقى اللي هو بقى ان بصوا علي بقى negative 3 ناخد بالنا هنكتب بقى السيمبل وفوقه negative 3 وده معناه انهو negative ion carry 3 positive charges number of electrons is more than number of protons طبعا عدد الالكترونات هيبقى اكبر من عدد البروتونات طيب نفس الفكرة وبالتالي دي بقى بقت واضحة جدا عدد البروتونات اللي جوه النواة بيبقى اقل من عدد الالكترونات اللي بيدوره حوالين النواة خلاص دي بقت مفهوم ناخد بالنا بقى من الجزئة دي ان number of energy levels around its nucleus equal to the number of energy levels in the atom ليه بقى لان مفيش energy كنا بنقول هما three energy level k lm عشان lm ده اصلا لما الاتوم دي لوز زا الالكترون 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 ده مشي وخد مع المستوى كله فبقى عندها اثنين مستوى طاقة بس هنا برضو كانت three energy level لما الاثنين دول مشي بقى عندها اثنين energy level بس هنا برضو كان three energy لما التلاتة الالكترون دول مشي مشي معاهم ال energy level m كله وبالتالي اتبقى k وإلي بس وبالتالي اتبقى اثنين energy level بس عشان كده كنا بنقول ان the number of energy levels in the atom ده في حالة ايه ده في حالة positive i لكن هنا بقى في الحالة دي هما جين يعني دي كانت محتاجة three electrons فخدت L three electrons وبالتالي فنفس عدد مستويات الطاقة يعني KL هم فضلوا برضو KL هنا برضو مثلا في الحالة بتاعت الكولورين ادي عندنا KLM لما تيجي دخل في تفاعل كيميائي هتبقى one electron خلاص يبقى في one electron هيجي يقعد جنب seven دول فبالتالي هيبقى نفس عدد مستويات الطاقة في negative ion هيبقى هو عدد مستويات الطاقة في neutral atom عشان كده بيقول the number of energy levels around its nucleus equals to the number of energy levels in the atom بيحمل عدد من الشحنات السالبة بيساوي العدد الالكترونات المكتسبة زي ما قلنا هنا بقى nitrogen atom gains three electrons وبالتالي يتحول الى negative ion carry three negative charge عشان طبعا قلنا carry number of negative charges equals to the number of gained electrons زي ما احنا شايفين كده ادي الـ element اللي هو الـ N طبعا الـ negative 3 دي represent the number of gained electrons بتمثل عدد الالكترونات المكتسبة وطبعا ده الـ نفس الفكرة بقى بس هناخد المراد مثلا الكولورين الكولورين طبعا عارفين اللي بيحمل شحنة واحدة سالبة زي ما احنا شايفين كده ده طبعا هيبقى 1 electron والتالي هيبقى 2 8 8 لان المستوى الاخير بقى بدل ما كان فيه 7 هيبقى 8 electron وبالتالي هيبقى هنحط كده زي ما بنحط حال كده ما بين قصين وفوق طبعا هيبقى فيه negative 1 طبعا ادي neutral chlorine atom طبعا عارفين جوه هيبقى فيه positive 17 protons وبره هيبقى فيه negative 17 electrons لان دي neutral atom ماشي يعني negative electrons equal to the number of positive protons وعندنا طبعا 18 neutrons وقلنا بنجيبهم من 35 minus 17 اللي هو mass number minus atomic number وعندنا 3 energy levels لما هتبقى 1 electron بالتالي برضو هيبقى عندنا المراد 18 electrons بس هي اللي زادت و 17 protons هي هي بس ناخد بالنا هنا number of negative charges وبالتالي ما هيش هتبقى neutral atom هتبقى حاجة اسمها negative chlorine ion طبعا عندنا 18 neutrons وعندنا 3 energy levels برضو بس لان احنا قلنا ان في negative ion number of energy levels still constant او number of energy levels in the negative ions equal to the number of energy levels in 8 10 او لو بصنا برضو على ال oxygen كده هنلاقي طبعا ال oxygen 8 16 عارفين طبعا ان 8 هو atomic number و16 mass number وعشان نجيب number of neutrons قلنا بنعمل mass number minus atomic number فبقى 16 minus 8 هيبقى 8 neutrons during the chemical reaction the oxygen atom gains 2 electrons اثناء التفاعل الكيميائي بقى ضررت oxygen هتبقى gains 2 electrons هتكتسب electron and it changes into a negative ion وهتتحول الى negative ion which carries 2 negative charges اللي بيحمل طبعا شحنتين سالبتين لنحارفين طبعا ان oxygen بقى لما نيجي نوزع وحنا قلنا 8 فهيبقى 2 6 لما يدخل في تفاعل الكيميائي هيبقى gain 2 electron عشان بره يبقى فيه 2 8 لكن جوه هيفضل positive 8 زي ما هم وبره بقى 2 8 يعني 10 فعندنا negative 10 ناخد بالنا بقى عندنا بره negative 10 وجوه في positive 8 وبالتالي بقى في 2 negative charges زيادة فيبقى طبعا 2 negative charges نفس الفكرة برضو ال neutral oxygen atom بتحتوي على 8 هم اللي بيدوروا حوالين النواية 8 protons اللي هم positive charges اللي جوه النواية 8 neutrons اللي هم neutral اللي هم positive و negative مع بعض برضو جوه النواية وعندنا 2 energy levels اللي هم الكي والل بس لما هيبقى بقى negative oxygen ion هيبقى طبعا عندنا 10 electrons ناخد بالنا يعني 10 negative charge وعندنا 8 protons يعني 8 اكبر من positive وبالتالي هيبقى 2 negative charge وعندنا برضو كام neutrons وعندنا 8 neutrons هم وعندنا 2 energy level زي اللي هنا لان احنا قلنا هو هيبقى جين electron هيخش ويقعدوا جنب اخواتهم اللي هنا وبالتالي ما احنا هنحتاج لمستوى جديد ولا هنمشي المستوى اللي موجود وبالتالي فيبقى 2 what happens when ماذا يحدث عندما ناخد بالنا ده سؤال مهم جدا ودائما بيجي في الامتحانات you hammer a piece of carbon and why يعني ماذا يحدث ولماذا وليه لما هندق ده كده على قطعة من الفحم او من الكربون يعني طب احنا قلنا ان هما زي ما خدنا في الرسمة كده هنا ان هما بريتل يعني غير قابلين للسحب والطرق فبالتالي وهم طبعا قلنا برضو بريتل يعني حشين فلما نيجي ندق عليه هيتفتته ويتكسر فطبعا اه اه اللي هيحصل it will be fragmented easily يعني هتتفتت وتتكسر بسهولة يبقى ده الجزئية بتاعة what happens يعني ما زيحت يبقى it will be fragmented easily طيب ويبقى because carbon is from non-metals which are not malleable طبعا and not ductile وهكذا خلاص ليه بقى لان الكربون من non-metals من اللافل الزيت اللي بيبقوا not malleable يعني غير قابلين للطرق والسحب والتشكيل طيب ناخد بالنا احنا قلنا ان الhydrogen atom and carbon atom اللي هو c6 دول considered from non-metals ناخد بالنا لان طبعا زي ما قلنا قبل كده انه بيبقى فيه لكل قاعدة عنده one electron المفروض يبقى metal لا احنا قلنا ان الhydrogen ده من non-metals لان احنا اصلا قلنا ان كل الجازز بيبقوا non-metals خلاص احنا قلنا ان كل الجازز بيبقوا non-metals لان المتالز اصلا ما فيش فيهم جازز خالص احنا قلنا ان المتالز كلهم بيبقوا يا اما solids طبعا او هما كلهم بيبقوا solid معادة واحد بس اللي هو بيبقى liquid اللي هو mercury فطبعا الhydrogen ده بيبقى جاز وبالتالي فده بيبقى من non-metals حتى لو المستوى الاخير عنده بيبقى في one electron only طب الكربون برضو الكربون ده برضو احنا قلنا بيبقى من non-metals خلاص ولو الكربون الاتوميك نمبر بتاعه 6 فلو جينا نوزعه هنلاقي هيبقى 2 4 فنلاقي ده بقى في المتوسط هو 4 لا هو metals ولا هو non-metals يعني على حسب القاعدة اللي احنا خدناها بس احنا طبعا قلنا لكل قاعدة شواز يعني فده بيبقى فيه 4 electrons بس ده بقى لما بيجي داخل فيه تفاعل كميائي بيبقى to share with 4 electrons أو gain 4 electron وبالتالي فده بيبقى non-metals طبعا بيبقى from non-metals although the outermost energy level of a hydrogen atom contains 1 electron بالرغم من المستوى الخارجي بتاع ذرة الhydrogen بيبقى فيها 1 electron إلا بالرغم من كده ان هي ايه برضو non-metals and that of a carbon atom contains 4 electrons لكن في carbon برضو بيبقى فيها طبعا outer most energy level يعني بيبقى فيه 4 electrons ولكن برضو بيبقى non-metals فناخد بالنا من النوت دي وناخد بالنا من 2 exceptions دول يعني اللهم مختلفين عن القاعدة اللي خدناهم ان الhydrogen والكربون دول بيبقوا non-metals بالرغم ان outer most energy level of hydrogen atom contain 1 electron وال outer most energy level of carbon contain 4 electrons بيجي هنا برضو دايما كده سؤال give reason 4 both a sodium ion and an oxygen ion have the same number of electrons بيبقى لهم نفس عدد الالكترونات اه طبعا ليه بقى لان ال sodium ion احنا عارفين ان ال sodium atom هتبقى 2 8 1 ولما هتتحول بقى الى ion طبعا قلنا هتبقى loses ال 1 اللي في الاخر ده هيمشي هتبقى lose 1 electron وبالتالي هتبقى 2 8 بس فيبقى فيها كام هيبقى فيها 10 electrons طب ال oxygen ion عارفين ان ال oxygen بقى هيبقى 2 6 لما يجي داخل تفاعل كميائي هيبقى 2 electrons وبالتالي هيبقى فيه 2 8 برضو ليه لانه هو بقى 2 electrons فيبقى 2 8 فده هيبقى فيها ال sodium يعني يبقى 2 8 electrons اللي هم 10 electrons وال oxygen برضو يبقى 2 8 electrons اللي هم برضو 10 electrons وبالتالي طبعا لو جاي بقى السؤال زي كده both sodium iron and oxygen iron have the same number of electrons كل منهما عنده عدد نفس عن الالكترونات طبعا because sodium iron is formed when a sodium atom loses one electron and changes into Na positive اللي هم يعني sodium positive iron carry one positive charge which contains 10 electrons طيب احنا كده اول حاجة هنتكلم على السوديوم زي ما قلنا كده while an oxygen iron لكن iron oxygen بيتكون is formed when an oxygen atom gains two electrons and it changes into O negative two which contains 10 electrons two او which contains 10 electrons two او هنا يعني ايضا واللي بتحتوى على 10 الالكترونات ايضا يبقى احنا كده الاول هنشرح اللي بيحصل للسوديوم هنقول because sodium ion is formed لان ايون السوديوم الموجب بيتكون when a sodium atom loses one electron and changes into NA positive which contains 10 electrons بيتكون امتى لما زرت السوديوم بتفقد الالكترون وبتتحول الى ايون سوديوم موجب بيحتوى على 10 electrons while an oxygen ion لكن طبعا ايون الاوكسجن بيتكون is formed when an oxygen atom gains two electrons لما زرت الالكترون بتكتسب 2 الالكترون and changes into O negative 2 which contains 10 electrons 2 بيحتوى على 10 الالكترون ايضا from the previous explanation we can define the ion as follows نقدر نعرف ال ion in general ناخد بالنا احنا كنا خدنا positive ions او positive ion وال negative ion لكن هنا ال ion in general هو برضو بس ناخد بالنا it is the atom of an element هنا لا metallic ولا non metallic لان احنا بنتكلم in general اللي هتفقد او هتكتسب an electron or more during the chemical reaction بناخد بالنا بس يا ولاد من الفرقات دي طبعا احنا قلنا ان negative لازم يقول it is an atom of a non metallic وال positive هيقول it is atom of metallic وده طبعا هيبقى loses one electron لكن negative هيبقى gains an electron or more لكن في general بقى لما نتكلم بقى على ion in general هنقول that loses or gains an electron or more during the chemical reaction وناخد بالنا من النوت دي when an atom changes into an ion لما زر هتتحول ل ion the mass number remains as the same without change المass number اللي هو الرقم اللي بيبقى فوق المass الرقم اللي هو بيبقى فوق بيفضل زي ما هو ليه لان احنا قلنا اصلا ان النيوكلياس دي بيحصل لها اي حاجة كل التغيرات او كل chemical reaction بتحصل من الالكترونات اللي بيدور حوالين النواة وخصوصا الالكترونات اللي في المستوى الطاقة الخارجي او المستوى الاخير زي ما خدناها برضو في الترم الاولاني يعني بعد ما نخلص النوت دي هاجيب الكتاب بتاع الترم الاولاني ونشوف when an atom changes into an ion لما تزرب تتحول ل ion the mass number remains as the same without change المass number بيفضل زي ما هو من غير اي التغير while the number of electrons changes لكن عدد الالكترونات بس اللي بتتغير لان احنا قلنا ان الالكترونات بس هي المسؤولة عن chemical reactions عن التفاعلات الكيميائية جبتلك الكتاب بتاع الترم الاول لما كنا بنقول the electrons of the outermost energy level are responsible for the chemical reactions الالكترونات اللي في المستوى reactions عن التفاعلات الكيميائية بتالي الوقت بدأنا نفهم طبعا الكلام ده كويس جدا كده بقى enrichment information معلومة عامة بيقول a positive ion diameter is smaller than its atomic diameter وده طبعا لوجيك جدا يعني ال diameter يعني القطر بتاع positive ion احنا عارفين ان positive ion مثلا زي السوديوم كده بيبقى خلاص فيه بس لكن طبعا لما كان atom بقى يعني ال diameter بتاعه لما كان atom كان طبعا عندنا وان وبالتالي طبعا بصوا بقى ادي كده ال radius اصلا لحد كده فطبعا ده هيبقى كبير لكن هنا طبعا ال radius هيبقى صغير وبالتالي طبعا ال diameter كله بتاع هيبقى لان طبعا بقى عندنا اتنين انيرجي ليفل بس لكن هنا كان فيه ثري انيرجي ليفل فاكيد طبعا ال diameter بتاع ال positive ion هيبقى smaller than its atomic diameter لما ازر بقى هتفقد الالكترون ده او اكتر يعني او اتنين او تلاتة ال diameter decreases ال diameter بتاعها بقى طبعا هيقل او هينقص and consequently its volume decreases وبالتالي برضو الحجم بتاعها هيقل due to lake of electrons rather than protons بسبب طبعا النقص في عدد الالكترونات طبعا بالنسبة للبروتونات and the attraction of nicholas to the remaining electrons increases وبالتالي برضو كمان قوة جذب النوا للالكترونات المتبقية طبعا هتزيد وده طبعا هيؤدي الى نقص ال diameters بتاعها وبالتالي طبعا في البوزتيف آيون بيبقى الديامتر بتاعه smaller than its atomic diameter ليبقى بيبقى بيجين an electron or more لما الظر بقى هتكتسب electron او اكتر the atom diameter increases ال diameter بتاع ال atom هيزيد and its volume increase وبالتالي حجمها بيزيد due to the increase in the number of electrons rather than protons and the occurrence of repelling ويحدوث repelling يعني قوة تنافر بينهم وبين بعض احنا قلنا مثلا ادي كده 287 فطبعا لما gain one electron كمان فهيبقى 288 وبالتالي هيبقى فيه repulsion force between them قوة تنافر ما بين الالكترونات وبعضها طبعا لان ده negative مع negative فيحصل بينهم تنافر وبالتالي طبعا قوة التنافر هتزيد وبالتالي بقى negative ion diameter هيبقى bigger than its atomic diameter معلومة عامة كده بس يعني ان شاء الله بقى في الفيديو اللي جاي هيبقى بقى زي مراجعة كده برضو او overview على الاتم وال ion والpositive ion وال metals وال positive ion وال negative ion مراجعة كده سريعة مع النوبل جاز بقى عشان طبعا يعني يعني نبدأ في فيديو ثالث خالص او في فيديو رابع خالص بالchemical bonds بقى وأنواع chemical bonds ionic bond وال covalent bond bond و